سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة 11 يلا يا جماعة نمشي لخلتصفية يلا 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 يسمع الباقي اذكي يا خلتصفية اهلا وسهلا يا أولادي تفضله كيف حارك يا خلتصفية الحمد لله كيف انتم؟ انا متذكرة يا خلتصفية في المرة الفاتحة قلنا انه لما موسى عليه السلام اداخر في النزول من الجبل اهلا 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 اصنع لنا اله لنرشدنا لانه موسى تطلعنا من مصر اهلا 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 اتفقد انه موسى اهلا 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 لعلاقة طيبة مع إلههم المزيف ولكن عظيم في نظرهم طبعا وبعد ذاك قعدوا عشان يأكلوا يشربوا ويمرحوا حتان كده الله قال لي سيدنا موسى يا موسى دلوقت قوم أنزل من الجبل لأنه قومك اطلحتهم من مصر عصاني ونسوني بسرعة وضلوا عن الطريقة اللي أنا أمرتهم باتباعه وصنعوا ليهم وصنم على شكل عجل وسجدوا ليه وقدموا ليه الضبايا واعتبروه إلهما القدير اطلعوا من مصر وقال الله لفت نظر سيدنا موسى وقال ليه أنا تأملت الشعب ده ولقيت شعبي عنيد يستحق الهلاك حشان كده أترك لي أمرهم غضبي حيزير عليهم وحهلكهم أما أنت حاجع لك عمى عظيمة لكن سيدنا موسى دعا الله وقال يا رب يا رب أسألك أن ترفع غضبك الشديد عن شعبك تطلحت من مصر بقدرتك العظيمة ويدك القوية لأنه يا رب إذا غضبك ده نزل على شعبك المصريين حينتغضوك بشدة ويقولوا عنك إله بني إسرائيل إله غير رحيم وغير أمين خسر الشعب وخدعهم وطلعهم من هنا عشان يهلكم في الجبال ويمصحهم من الوجود يا رب أرحم شعبك ده من غضبك الشديد وما ترسل عليهم المصائب ويذكر عبيدك إبراهيم ويسحاك ويعبوب اللقسمت لهم بي ذاتك وقلت لهم أنا حاجة عن نسلكم كثيرين زي عدد نجوم السماء وغضيكم كل البلاد اللي عدتكم بها وتكون من نصبكم للأبد وقال الله استجاب لدعاء سيدنا موسى عليه السلام ورحم شعبه ومهلكم وبعد كده سيدنا موسى نزل من الجبل شاي اللوحين العهدي في يده وكانت الكتابة فيهم من الجثين واللوحين كان الله صنعهم وكتب عليهم الكتابة بنفسه وسيدنا موسى وهو نازل جاب اليشوع في حتة من الجبل ونزلوا الاتنين مع بعض ومشوا على المعسكر ولما جربوا ليهو يشوع سمع صوت هتاف هتاف الشعب وقال لي موسى يا موسى زيل فيه صوت حرب في المعسكر لا 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 معظيم لا ده ما هو تفنص ولا أصرخ هزيمة ده بس صوت الناس بيمرحوا في المعسكر ولما جربوا جريب جداً للمعسكر وسيدنا موسى شاف العجل وشاف الناس بيرقصوا غضب جداً ورملوا حين من يده في منفق الجبل وكسرهم وبعد ذلك قال لي هارون يا هارون الناس ده سووا لك شنو عشان ترميهم في الضلال الكبير ده يا سيدي يا سيدي أرجوك ما تزعل مني انت عارف ان الشعب ده شعب شرير جداً عشان كده قالوا لي أصنع ليلة إله يرشدنا في طريقنا لأنه موسى اطلعنا من مصر ما عارف مين حصل ليه شنو وأنا قلت ليهم جيبوا لي الدهب عوائلكم وجابوه لي وأنا رميته في النار وطلع العجل ده وسيدنا موسى عليه السلام شاف إنه أمر الشعب فلت لأنه هارون ما كان حازم معاهم وشاف إنه العملوه ده عمل شرير وقبيح وحيخلي أعداءهم يشمتوا عليهم وبسبب ضلال الشعب ده سيدنا موسى كان غضبان جداً عشان كده وقف في مدخل المعسكر ونادى على الشعب وقال الواقف منكم في صف الله يجيني هنا وبعض رجال قبيلة اللاويين جوه وسيدنا موسى قال ليهم الله جبار ربني إسرائيل قال ليكم كل واحد منكم يجيل سيفه يمر في المعسكر من أول لآخره ويقتل أي متمرد يلاقيه حتى لو كان أخوه أو صديقه أو قريبه أو جاره واللاويين ده فعلاً طبقوا كلام سيدنا موسى وكتلوا في اليوم ده حوالي ثلاثة ألف من سكان المعسكر سيدنا موسى عليه السلام قال ليهم بارك الله فيكم لأنكم إنتوا الليلة سمتوا أروحكم لي الله وكل واحد منكم قام ضد الضالين حتى لو كان منهم ولدوا أو أخو وبعض داك سيدنا موسى أخذ العجل العبدوه بني إسرائيل وحرقوا بالنار وطحنوا الغاية ما بيقى ناعم وشتتوا الغاية ما تخلب بموية النهر المنحدر من الجبل وخلى بني إسرائيل يشربوا من الموية دي غصباً عنهم في اليوم الثاني سيدنا موسى قال لبني إسرائيل يا ناس يا ناس أسمعوا إنتوا عملتوا زنبي عظيم ومعاكدة أنا سأتوجه لي الله في الجبل وأدعوه لكم وعسى ولعل إنه يستجب لي دعاي ويكفر عن زنبكم العظيم اللي اتربتو دا وبعد كلامه دا سيدنا موسى طلع على الجبل وتوجه لي الله بالدعاء وقال آه يا رب يا رب إنت عالم إنه الشعب القلوب زاغت وصنعوا لهم عجل من الدهب وعبداه يا رب أسألك أسألك أن تغفر لهم زنبهم اللي اتكابوه أو تهلكني معاهم وقال الله خاطب سيدنا موسى وقال ليه كل من عصاني وارتكب زنب أنا ههلكو ولكن إنت عليك تقوم وتأخذ الشعب دا وتوصلهم لأرض المعاد وواحد من ملايكتي حيرشيركم في سيركم ولكن بدون شك أنا هعاقب الشعب على زنبهم الكبير اللي ارتكبوه دا وفعلا الله حاقب شعب بن إسرائيل وضربهم بيده القوية لأنهم عبدوا العجل وقال الله بعد ذاك قال لي سيدنا موسى يا موسى جود الشعب دا ووصلوا للأرض اللي أنا وعتبيها أجدادك إبراهيم وإسحاق ويا عقوب بقسم أني ححطيها لزريتهم وقودهم وأنا ما حأسير معاكم عشان ما أهلك شعبك في القريق لأنه شعبي عنيد لكن حكتفي ورسل جدامك ملك واطرد الأمم الموجودة هناك وحديكم أرضهم اللي هي أرض خيرات مليانة لبن وعسل يا موسى كلم الشعب بكلامي دا وسيدنا موسى عليه السلام فعلا كلم بن إسرائيل وقال ليهم اللي قاليكم أنتوا شعبي عنيد عنيد نحن؟ أيوه شعبي عنيد وإذا أنا صرت معاكم لي لحظة واحدة بحق لكم لكنام؟ أيوه وكبل أني قال ليكم دلوقتي أملوص زينتكم دي وانا هأغرر في عمركم والناس لما سمعوا الكلامة القاسدة حزنوا جداً وبكوا على أرواحهم وكل واحد ما لزينته في منطقة جبل سيناء قبل يتم سافر وما في زول منهم لي بالزينة تاني بل اسرائيل يا جماعة كل ما كانوا ينزلوا في المكان سيدنا موسى عليه السلام كان بيشيد بر المعسكر خيمة اسمها خيمة الاجتماع وأي زول كان عاوز يطلب الخير من الله العليم كان بيكسد الخيمة دي ولما موسى كان يكسد الخيمة كان كل واحد من الشعب بيقيف على باب الخيمة ويعاين لسيدنا موسى لغاية ما يدخل الخيمة ولما موسى يكون داخل الخيمة كان عمود السحاب دايماً بينزل قدامه والله من عمود السحاب دا كان بيكلم سيدنا موسى مباشرةً بدون أي حواجز أو حساسية والناس كل ما شافوا عمود السحاب قدام خيمة الاجتماع كل واحد منهم كان بيسجد قدام خيمته وكل ما كان سيدنا موسى يرجع من الخيمة للمعسكر يكون مساعده يشوع ابن نون موجود فيها وما بيطلع منها برضو سيدنا موسى عليه السلام كان بيتكلم ويسأل الله بيمشي في طور سيناء بخصوص مهمته وقال لي الله يا رب يا رب انت طلبت مني اكون مزئول عن الشعب دا وقلت لي انا اخترتك بالإذن وارضيت عنك لكن يا رب انا عاوز اعرف من ويح يسير معاي يا رب اذا فعلا كنت راضي عني وريني مشيئتك ورحمتك عشان اعرفك معارفة حقيقية وتكون راضي عني دايما ويذكر انه الامة دي هي شعبك المختار والله سبحانه وتعالى من كرم وجوده حن على سيدنا موسى وعلي بني اسرائيل وقال لي سيدنا موسى عليه السلام يا موسى كون مرتاح البال لان انا بنفسي حسير قدامك وسيدنا موسى قال لي الله يا رب اذا ما كنت انت بيا نفسك حسير معانا نسألك ونستعطفك انك ما تطلعنا من هنا وإلا كيف الناس حيصدقوا انك رضيت عني وعن شعبك اذا ما صرت قدامنا لانه دا هو الشلب يميزنا عن الاخرين والله قال لسيدنا موسى عليه السلام يا موسى انا ححقق لك الامر الطلبته دا لان نخترتك بالاسم وارضيت عنك طيب يا جماعة اخراك طماتر شخدين اشتركوا في القناة